هل مشكلة الأنستغرام أعفوا أو تيك توك على تطبيقك الخاص تيك توك؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نضغط على الضبط والإعدادات هنا ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا ثم بعدها سوف نقوم بالنزول نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة هنا ثم سوف تقوم بالنزول للبحث عن تطبيق التيك توك نضغط على التيك توك ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق ثم بعدها نضغط على إيقاف إجباري هنا ثم تضغط على موافق بعدها تقوم بالنزول تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديث التطبيق وهل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله